بلوزة حمرة وتنورة مشكلسة وجراب أسود نعتبر في بيناتهم تجانس؟ لما منحكي عن التجانس أول شغلة بتخطر ببالنا للتياب وخاصة لما المجتمعات المتجانسة بتعبر عن تجانسها من خلال الأزياء وبنفس المنطق تتعامل مع مصايبة الدم السوري هو فساطين الصبايا اللون الأحمر الدم السوري ما يروح هدر عبرت عننا عن فستان الحمامة الدم السوري هو اللي بدوا يوصلنا لسوريا السلام إذن كرمال الدم السوري ما يروح هدر منعمل عرض أزياء لنقول إنه انتصرنا على الإرهاب بس كتير مهم إنه حتى بعرض الأزياء نذكر هالكم شبل مع التارين البقيانين بالبلد إنه الشرطة العسكرية وراكن وراكن إلى تجانسوا بس شو خص العرض بالتجانس؟ إذا منروح شوي وعلى بعد أمتار من صالة عرض الأزياء وقبل كم يوم كان في عرض تاني بصالة الفيحاء هنيك كان العرض الحقيقي التجانس بكل تجلياته قتل عساكل قتل عساكل الشعب يريد تفقاد كل مجال المصالحة وهيك بيكون عرض صالة الفيحاء وعرض الأزياء شكلوا مع بعض لو حب تشرح بكل وضوح شو يعني تجانس وينه شادة يا علي حيدار يا وزير المصالحة الوطنية وينه شادة يلي انتصرته يلي اصرعته في انتصار الغوطة تصعميمة كانت متل ما طلبوا مننا الدم السوري ما يروح هادر الدم السوري هو اللي بدوا يوصلنا على سوريا السلام إذا في عهرعين لمعرض رسم إذا نقاصة بتروحوا تحضروا جاوبوا وينه شادة الدم السوري هو فساطين الصبايا اللون الأحمر زبالي انتصرته علينا انتصرته علينا على الشعب انتصرته علينا على الفقراء يعني سوريا المتجانسة الحقيقية كانت موجودة وحاضرة بقوة بعرض الأزياء اللي أرجعنا إنه هذا الوش الجميل أو غيره ممكن جداً يكون وراه بؤس كتير ومن الصعب إنه يتخبى بشوية ميكوب شوف المصممين شوف كرتون بكل عرض هنين بدون يقدمون أنا أنا مطوب شوف أنا بقى بيعمل كيف في الميكوب اشتركوا في القناة